ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع خالية العمل التي تم تشكيلها لمتابعة وإدارة أزمة وفاة عدد من الحجاج المصريين وذلك بناء على تكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي مستهل الاجتماع عرب مدبولي عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا من الحجاج المتوفين مؤكدا الالتزام بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المحزن وخلال الاجتماع تم استعراض التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة الذي أشار إلى أن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية وأثبت التقرير أنه تم رصد 16 شركة سياحية بصورة مبدئية قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية ولم تقدم أي خدمات للحجاج ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة سحب ترخيص هذه الشركات وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر